بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وصلى الله عليه وسلم السليمة هذا السؤال يمشي جانغي من هذا الأخ ولكن حتى في الهاتف يسألون هذا السؤال الكثير يقول لك إن شاء الله نصف تولدي قراو في الخارج وهذه الولدات إن شاء الله يتطلب دراسة تحملها فقط كبيرة هل أخرج الزكاة وأعطيها لأبنائي أنا صف تولدي الرومانيا يقرأي الطبيب أنا صف تولدي الأوكرانيا أنا صف تولدي الفرنسا أنا صف تولدي الكاندا وما عندهمش اللي ينفق عليهم وأنا الآن هل يجوزي أن أخرج الزكاة لولداتي حتى يتابعوا دراساتهم وهذا الأمر موجود عند هذه العائلات وفيهم من يعطي الزكاة لأولاده دون الرجوع ليسأل عن حكم الشرع في هذا وكلمة واحدة أقولها لهؤلاء وليداتكم صفتهم يقرأوا إن شاء الله تبارك وتعالى كتشوفوا فيهم أنهم استثمار ديالكم أنتم ما كتستثمروا حتى الناس كيقول لي أحسن استثمار هو الاستثمار في الأولاد وانفق عليه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى باش لوقيتاً لي يخرج أنجينيو ولا طبيب ولا شي حاجة شي كادر لوقيتاً لي كيكون يخدم كي يرد لي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا استثمار ولذلك حتى ولو لم يكن بهذه العقلية أي بعقلية استثمار في الأولادات أقول لك أولادك صفتهم إن شاء الله تعالى يقرأوا أنفق عليهم من مالك الزكاة هي حق الله في مالك للفقراء وإحنا عندنا القاعدة أن الإنسان ما يعطيش زكاة لمن؟ الفروع دياله والأصول دياله ما خصناش خلطه قضية الزكاة ماشي لعب قضية الزكاة ماشي هوا الله يرحم لكم الوالدين يا الوالدين اللي ربي يستللكم الأمور وكتصفتوا ولداتكم ما تحسبوا شيء النفقة اللي كتعطيهم لك ستات المليون اللي كتعطيه في العام كتحسبها زكاة أو إلا عشرات المليون أو إلا وش حال كتصرف عليه في العام لا يا أخي لا يا أخي غدا ستلقى الله ويسألك عن ذلك يتقوا الله تعالى في حقوق الفقراء ولذلك أنا كتجيني دايما من هذه الأسئلة أنت أن الزكاة يحاول البعض أن يزور الحقائق وهو يسأل الفقه باش يدي منه واحد شيء بفتوى باش يبقى يعطيه غير اللي قريب له هذا بغي يعطيه المميمته وهذا بغي يعطيه المبوى نعم كاللي كيقول لي وش نعطيه المبوى وهذا كيقول كنا نعطيه لوليدات لا يا أخي الله يجازيكم بخير هذا الشيء ما فيش اللعب إنما الصدقات للفقارة والمساكين والعاملين على الآية في صورة التوبة إذن لا يجوز إعطاء الزكاة لأولادكم الذين استثمرون فيهم حينما ترسلونهم إلى البلاد الغربية من أجل الدراسة لأنكم ترون أن هؤلاء سيعودون بعد ذلك لكي يردوا إليكم ما أنفقتم عليهم طيلة حياتهم الدراسية واضح الله يجازيكم بخير وصلوا الله على حبيبنا محمد